اهلا بحضركم في تقطيع جديدة بنسترد من خلالها حالة الطقس كلنا متابعين الارتفاع في درجات الحرارة واللي خلل بعض بعض المواطنين اضطروا تخففوا الملابس والنهاردة بالتحديد يمكن هو زروة الارتفاع في درجات الحرارة في درجات تقارب درجات حرارة تتفاصل الصين هل الجو مستمر في ارتفاع درجات الحرارة ولا هيرجع عشيته تاني ولا ايه جديد في حالة الطقس ده اللي هنعرفه من دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهاية الارصاد الجوية اهلا بيك يا دكتور احمد واهلا بكل متابعي في رفزيون اليوم السابق في البداية دكتور محتاجين نعرف ايه اللي بيحصل يعني خلاص نقول وداعا لفصل الشتاء واهلا بالصيف ولا نعمل ايه بالزبط لا طبعا من قلت وداعا لفصل الشتاء لان فصل الشتاء متوقعا هو ينتهي 20 مارس الانتهاء فصل الشتاء لان العظم على القاهرة الكبرى وصلت 33 درجة مقوية فصل النطار في بعض المناطق ايه المحاولات منه 35 درجة مقوية لتوجود ارتضر اعلى براجة مقوية لتوجود ارتضر اعلى براجة مقوية حتى الان تبقى لفصل الشتاء 33 درجة مقوية على القاهرة الكبرى ودافتا نحن تتقصر بسقطة دول موجود في الصحراء الغربية معاكة الهوائية القادمة من المعضم المتحدة الموجودة في الصحراء الغربية فمرتفع بشكل كبير في درجات خلالتها موجود ثمان مرتفع دول موجود في تباقات الجو العليا بمساعة بشكل كبيرة على زيادة الخرارة نوع بشكل كبير واستخدر من اجواء الحرة قطرة النهار على اغلب محاولات الجمهورية لكن فترات الجول اول ما ساعة 6 سامس هبغيث هيبدأ تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وبشكل ملطوظ ساعات المين المتأثر قطرة الصباح البيت فهو قطرة الجول هيتجاوز في 15 درجة مقوية وقترات المين يكون اجواء باردة على اغلب مناطق الجمهورية جمان بيوم وكلنا 20 مرشاة برياح طبعا مطوعة عن 20 مرشاة برياح ترعظه مبينة انا اسمعت كده من حضرتك باردة بس مش شديدة البرودة اللي حضرتك بتقولها لنا دايما يا دكتور مراريان خلاص شديد البرودة دايلا خلاص انتهى خلاص؟ لا شديد البرودة هاتف مع تقصص السبوع القادم لكن الان الاجواء فترات الليل الصغرى بتتروح مدينة يعني هذا روح ستاشر خمانساشر مدينة نفهم فهي بتاكل مدينة يعني فهي تحصل عن الايام اللي كان بيقافها تخطيش هديك البرودة لكن لا احنا اليوم هو اوحه زروة التقلبات وزروة ارتفاع درجات الحرارة خلاص اوحه طيب ومن هنا بقى لمنتصف الاسبوع اللي قدرتك بتقولي عليه ده يا دكتور نفس الاجواء هتكون شبيهة لجو اليوم والتقص اليوم؟ لا احنا اليوم هو واقعا زروة التقلبات وزروة ارتفاع درجات الحرارة خلينا كلنا طبعا كمان شايفين الاسربة والرمال المشترى الموجودة في اغلب محافظات شمال البلاد. طرعات التلاحية كمان خلقين من الابعين في مباشا على ازاعة في المناطق الصحراوية. فبالتاني كده اشارة في مدفعات رؤية في بعض المناطق من سواحلنا السمالية الغربية لالفين متل مناطق من برج العرب وبعض المناطق من سيدي براني. اهه. ما عدد قادم كمان الوقت ممكن بعض المناطق من الكاهرة الكبرى متعفظات الوقت مباحا من المناطق من عرض المناطق والمال المشارة. اه. ايه. تواقع ان شاء الله زبا لجمعا. يكون في خصص درجات القرارة هو طبعا مثل القصد دي. خلاصة الانتصار لموجة استفاع درجات القرارة. اه. تنقفض وتنصل لسابعة وعشرين درجة مقوية فضلت النهار. فطبعا ستكون دي اليوم تماما هنتنقفض بحوالي ثمال درجات. اه. احسن من النهار ده على الاقل. بالزبط احسن متعرضة بكتير لان كمان مش هيكون في اي اتبا ورمال. بالزبط النقطة دي. النقطة دي بلا انا كنت عايز اسأل عنها تحقيقة يا دكتور منارة عشان هي يمكن بتحس. مرضى البيوب الانفية بيتعبوا جدا من موضوع الاتريبة. الاتريبة دي مش مكملة معانا. هي كانت النهار ده بس. هي النهار ده بس. ومتوقع مع يوم الجمعة والسابس ما فيه في اي اتربة ورمال مستارة. لكن وارد كثة المرة اخرى يوم الاحد القادم لان احنا بنستلم معانا يوم اه معانا يوم السابس والحد هيكون درجات الحرارة تسعة ودشون ثلاثين. ام. كنت الهواء القادمة من مناطق الصحرية فممكن نتعرض مرة اخرى اتربة وعليفها اغاثات سياحة في بعض الاتبا والرمال المستارة. ام. ام. مع يوم الاتنين اللي زان شاء الله صدق درابة الحرارة. تحصل. اذا هنخفض بشكل مركز توصل تلاتة وعشرين. ام. وواحد وعشرين مع يوم الاربع. فتتخفض فترات النهار. نرجع بقى للمعدلات السابعية. الاسواق السدوية ده في فترة النهار. درجة سديدة في المروضة فترات الليل المتأخر فترة الصباح. طب سؤال بقى دكتور منار اه. يعني بيخص محبي الشتاء بشكل خاص. موضوع الامطار ينشوه خلاص الموضوع انتهى في فصل اه الشتاء ده خلاص لغاية شعرشين مارس احنا بتقول ان فصل الصيف ينتهي رسميا. فا اه. خلاص انتهى? هو لا. موضوع الامطار للسوارد يحصل تقلبات جوية وينتأثر بمنحافظات جوية فيها فرص تحوط الامطار وتبقى موجودة بشكل كبير وحاضر. خلينا نأكد ان احنا قبل كده في بعض السنوات الماضية شاهدنا حالة من عدم الفرص تحوط امطار غير. دخل ايه تانا. في تناصر مارس عشرين عشرين. ففرص الامطار للسوارده الى انتهاء فصل اشتفاق. لكن على الاقل اللي كنتم يؤذمين وفابعين ساعة انصادمة. ما فيش. سفقوة الامطار. آآ يعني سلاشة سفقوة الامطار من على اغلب مناطق الجمهورية. الازواء الذاكية ونأجدها للحرارة فترات النهار. برجى فترات الليل. نأكد بقى على الصبورة المائية فترة الصباح الباكر. ساعات الليل المتأخر لانها هتكون صبورة مائية وتأكل انتصاد الرؤية البقية على الصرق. فاحنا خلينا ننسح كل سادة المتهدين خلال الفترة دي وفترة التقلبات الجوية. الملابس والجوكت يا دكتور برضو علشان الناس اللي خففت اللبس برضو لازم تديلهم نصيحة وترجه لهم نصيحة. يخففوا ولا يعملوا ايه? يعني لاحز ناس كتيرة واحنا ماشيين النهاردة في الشوارع الناس بدأ تلبس نص كمب وشابس جاكت فدول برضو عايزين نقول لهم حاجة. هي طبعا مع ارتفاع درجات الخرارة الناس كلها بدأ اتخفص بس احنا بنقول بلاش نانخداع بارتفاع درجات الخرارة? لان اول ما هسيجي فترات اللين هنبدأ نحس بالبرودة وانخصاب درجات الخرارة. متر. فقبل الامكان نحافظ على ارتداء الملابس مستوية فترات الليل المتأخت في فترة الصباح الباكر. اه. ناخد معنا داكت واحنا خانسين حسين لو خانسين اكثر من خصاب درجات الخرارة. وده لسا بنقول ان الاجواء الشوية وانخصاب درجات الحرارة. دم تبدايب. تغيير نوعية الملابس بين يعني الفترات والاخرى دا ممكن يتبنا بنزلات البرد. تبالات تستخدمين في بيت الملابس. ده. مهم كمان مرضة الفترة الصدرية والذيوب العنفية لو بنخرج اللهاردة لازم نبسدي الاسمامات. يعني طبعا السيبة وريمال المصارد بيشب لهم مشاكل. الخيادة بيجوء تام على طرق. مع مرضة من شونا بتقديل امتصاد رؤية الاسققية خاصة في الاماكن التحروية والاماكن المكشوفة. آآ وطبعا مع مستوى من بلية فترة الصباح الباكر. نأكد ان الفترة ليه تكون فترة جوية حدة وطريعة ومفصوطا في درجات القرارة في اليوم الواحد وطبعا. ده لازم يوميا نتابع المصارد. ده حقيقي ولازم نسمع كلام دكتور منار غانب للنسكولي. شكرا جزيلا على معلوماتك الطائمة دايما الدكتور. شكرا جزيلا. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقع اليوم الخميس القاهرة العظمة اتين وتلاتين صغرى 17 درجة. اسكندرية العظمة 30 درجة. الصغرى 16 درجة. مطروح العظمة 27 الصغرى 13. سهاج العظمة 35 الصغرى 15. انا العظمة 35 والصغرى 13. واخيرا اسوان 35 في الصغرى 16 درجة. دي كانت تفاصيل حالة طاقس وما يحدث الان من تقلبات جوية غريبة. كلنا كنا حابين نفهم ايه اللي بيحصل. و ايه اللي هيحصل. شكرا على المتابعة ومن تنظرونا دوما في المزيد. و الى اللقاء. شكرا